إذاً هذا السؤال اللي حلناه الآن رح نعمل درسه بالعلاقة ما بين سبيد والتورك. ضغطوا هون ما تي حاجة لابده من زيرو. يعني لو بدأت من الف او الف و مية. من الف و مية ل الف و ميتين كافي مضبوط. هلأ السبيد انا رح حطها على الاكس اكسس. فرح نعمل هذا الاكسس والسبيد من الارتريم. هلأ في كتب بتحط السبيد هناك بسير. رح نحط السبيد هون رح التورك هون. السبيد رح هاول اخذ عشر مربعة واحد تنين تلاتة اربعة خمسي ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هي عشرة. ها رح اسميها الف واحتين. وهي رح اسميها الف و مية. بيعني نصير بين هم. الف و مية وعشرين. الف وISA واربعين. الف ومية وستة ان واف ومية وثمانية. ماشي. بعدين. هون رح اخذ من صفر لقديش بكل ناخد. ناخد بس المية خليا نحاول ناخد اتنا عشر مربعة واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. حدا عشر اتناش مبتوض شمع. خليل نزلها شوي. اكتر اخدها مية. ستة وربعة. طيب ناخدها ستة وربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ازان هاي ستميتة نيوتون. ميتر خمسمية. اربعمية. تلات بية. ميتين وميتين. هذا التورق. وحدته. هاي سرعة وحدتها. اربعة. ناخد اول نقطة. الف وميتين وزيرو. هاي التورق زير عين الف وميتين. هاي نقطة. بعدين مية وتسعة وتبانين يعني تقريبا مية وتسعين. الف ومية تلاتة وسبعين. هاي الف ومية وسبعين تقريبا هون. وهناك انتش التورق? مية وتسعة وتبانين او مية وتسعين يعني تقريبا. ناخد كمان نقطة. تلاتة مية وسبعة وسبعين الف ومية واربعة واربعين. هاي الف ومية واربعين. الف مية وخمسين. تقريبا هون الف مية واربعين. واتيش يعني تقريبا. واخر نقطة. خمس مية وخمس وتمانين الف مية و فمستعش. هي الف مية وعشرين. آآ الف مية وعشرة مشاك. الف مية وخمسة وعش هور مصبوط. واتيش التورم? خمس مية وخمسة وثمانين تقريبا. تقريبا الخط مصبوط. ها? ها دي اسمه واضح انه هادي هي تبعت ايش? ايش قدر اسميها تبعت? مش هيك الزيرو تورك. وبعدين هدول هلا لما زدت التورك عليه لحوالي ميتين? هديش نزلت سرعتهم? لحوالي عدف مية وسبعين. ردين نزلت التورك عليه لاربعمية او تلات مية وتسعين نزلة السرعة. فعند علاقة عكسيا ما بين التين. ماشي واضح.